واشادراري معكم باطر عيدا على فيديو جديد نتمنى تكونوا مزيان نتمنى كل شي كله باس فمرحبا بكم في فيديو جديدة كنتدلت لكم صنداش في انستغرام كتلكم مش تبغيون ديلولكم فيديو ديل كيفاش تقنعوا والديكم يشريوا ليكم موتور فالاغلبية الناس قالوا لي يا ديل فيديو فليوم غالي نعطيكم بعض النصائح المهمين اللي تقدرو تقنعوا بيهم والديكم باش يشريوا ليكم موتور وكيف ما كان قوليكم وانتمنى تكونوا مغا تخرجوش من ديوركم باش نحددوا انشاء الله من هاد الوباء فتفرجوا في فيديو الدلالي وانتمنى انها تفيدكم فالدلالي انشاء الله في هاد الفيديو غاديمشوا تدريجيا من اول نقطة الى اخرها باش نحاولوا نقنعوا والديكم يشريوا ليكم موتور فكيف ما كتعرفو الوالدين كتخافوا بزاف ما كيبغوش يشيروا الموتور لا حيتاش ما باغيينش ولكن حيتاش كيخافوا لينا فغادينا عطيكم نصائح كنت انا درجهم باش شروا لي اول موتور فالدلالي غاديمشوا على اول نقطة وهي الامكانيات واش الوالدين ديلكم عندهم الامكانيات باش ياخدوا ليكم موتور فكيف ما كتعرفو الموتور مصاريف المصارف باش تشري الموتور المصارف لالسورانس المصارف للاستبال الازيالتالي الانتراتين الميكانيك الا خصرات فيش حاجة فاول حاجة ادالي يجب عليكم ان الوالدين ديلكم عندهم تعتقدوا فاي時間 بدون انكم ت wärشيرهم وادى أن اصدروا أن الوالدين ديلكم عندهم الامكانية باش ياخدو ليكوم موتور عند جوج دي الله لحتنا فإيا إما أنكم مازالين كتقرعوا وعندكم ما بين 14 حشل 18 سنة إيا عندكم خوكم إيا عندكم أختكم وإياك يديوكم وليديكم المدرسة أو لا كيش يديكم ترانسبور فتقدروا تلقاو هات السببة فتقدروا تقولوا لهم أنهم غادين يقشاصدوا الفلوس دي للنقل المدرسي أو لا أنهم يبقوا وضعوا الوقت باش يوصلكم كل صباح فهدي أول حاجة أو لا تكونوا كتخدموا أدراري وغي يصلح لكم المطور باش تتنقلوا للعمل ديالكم فعندنا جوج ديال الحالة تهناية يتكونوا كتخدموا يتكونوا كتخدموا فمن بعد الدلالي كجي المسألة ديال الخوف لأن الوالدين ديالنا كيخافوا من الكسيد كيخافوا رينا حاجة اللي هي طبيعية فمن هاد الناحية خصنا نبينو لهم أننا بعقلنا وأننا مستعدين نلتازموا بالقوانين ديال السير ومشيوا بشوية لأنه الدلالي خصكم تعرفوا وحدة الحاجة وخانتما كتبشيوا بشوية كين واحدة آخر اللي جاهل اللي متحور في السوقان دياله وليستر يقدر يدخل فيكم فمن هاد الناحية خصكم تطمعنوا الوالدين ديالكم تقولوا لهم أنكم غادي تشيروا اللي كيب ما نسسر الموتور أصابوا وغلالكاسك اللي جاج وعلش اللي بروتيج بارئزمبل ديال الدهار ديال الكوت ديال الكشاف ديال اللي جونو باش ما يخافوش أما بالنسبة الناس اللي الوالدين ديالها ما عنداش امكانيات فا الدرالي ما تفقدوش الامل تقدروا في الصيف بارئزمبي تطلو خديمات ديالوا بريكولات وبالنسبة الناس اللي كيخدموا واغيين يدروا الموتور هي واية ولكن ماشي ذيال تنقل فما عليكم غير تجمع فلوس وتأخذوه بفلوسكم وذلك الساعات لا يوجد ما يريدون معكم فدرالي من بعد ما قلتوا الوالدكم علش بغيشوا الموطور سواء باغين تمشيو به المدراسة او لا باغين تمشيو به الخدمة وإيا إما كتسكنوا بعاد على المدراسة او لا بعاد على الخدمة فدرالي غادي نعطيكم واحد طريقة وهي أنكم تدو لهم على الموطور دائما فمتبسلوش بهذا الموضوع ولكن حاولوا اطرحوا الموضوع كل يومين او لا كل تلتي ايام فكتكن دل الوالدة في حالك وغادي يمشي بشوية وغادي ينتجزم بالقوانين وكونوا على يقين انهم كتش بدت تخليهم ذلك الفكرة بشوية بشوية فدرالي من بعد مما قنعتهم انهم مشيروا ليكم موطور على الحساب المدراسة تقدروا تزيدوا دي زاغيومون في حال انه نهار السبت كتبهوك خرجوا مع صحابكم وانهم ما يبقوش مضطرين يوصلكم لذيك البلاسة ولا باري اكزامل الى كان عندكم خوك انه نشاء يحطوك في بلاسة فتقدر توعدهم انك غادي تحطوك ومن بعد غادي تتقذي الغارات ديالك ومن بعد ترجع تجيب خوك ودخلو للدار تاني حاجة هي انك تتطمأنهم غادي تقول لهم بانك هاد المطور غادي تستعملو الى الغارات دي القراية غادي تمشي بي المدراسة وغادي ترجع ما غادي تضلش فقط دور في الزناقب الليل لانه هاد الحاجة من الاسباب لي كيخلو الوالدين مياخدوش مطور لانه كيظنو انه غادي تتعاشر معاشر خيبة انه غاوي اضلو اضلو به الزناقب الليل وما غايبقاش دهار في قرايتو فالداري ولكنتو غادي تعطيو الوعد فاوفيو به حيتاج الداري كل مشاكل لكم مطور يقدرووا يعودوا ياخدوه لكم فاوفيو بالوعد واحتارو القوانين لي تفقتوا عليها انتموا والدكم قبل ما تشروا ذاكو المطور باش اوليو اضلو فيكم تجا أخرى يجب أن تسمعون هذراهم بعد المرات الوالدين يدعون الحوج و يخيلون الحوج و لكن يكونوا على يقين أن أحاسيس هذراهم و هذا الشيء الذي يمكنه أن يكون مبني على صواب فبعد المرات يمكنه أن يتساعدون و لكن في أغلبية الوقت هذا الشيء الذي يحسون به في الأخر هو الذي يترى فهذراهم يجب أن تسمعوا هذراهم و لا يجب أن يتعلموا مبني لهم لأن في هذه الحالة يقولون أنه لا تسمعوا هذراهم و و لا تقوم بسيطة فالدلاري أغلبهم أن تسمعوا هذرا و أنكم سنطبقوا ذلك هذرا لكي أظنوا أنكم سنطبقوا ذلك هذرا و سنطبقوا ذلك الشيء على الحرب فهو الأخرى والدلاري التي تريدكم أن تلتزموا بها وهي قوانين التي تفرضوا لكم إضافة أرغل الكاسك تدخلوا في الوقت فلان فلاني تذهبوا في المدراسة و ترجعوا في المدرسة لا تبقى في المدرسة في المدرسة فهذه المدرسة كاملة يجب عليكم اعتبار و توافق عليها لأنه إذا بدأتوا تعرضهم في حالة شيء سيبدأوا يقولون أنكم لا يوجدون لكي تأخذوا المطار و أنهم يجعلون فيكم التقيقة كافية وهذا الشيء غير مسألة الصبر لأنه إنفوا سنشروا لكم المطار و ستبهينوا لهم أنكم باقلكم و تلتزموا و بذلك اللي كانوا فرضو عليكم فمع الوقت الدلالي تقدروا تتنغوصيوا معهم تتعطلوا شوية بالليل تقدروا تقول لهم أنكم ستحضروا المطار باش تخرجوا باش قديروا غرض آخر من غير القلايا و بشوية بشوية تبدأ ذلك لكي تتانستالى بينكم و بين والديكم و أخيراً أدلالي من بعد ما تتافقتوا على القوانين اللي ستلتزموها في الحالة اللي سنشروا لكم المطار فمعليكم إلا و تبدأوا تدخلوا لهم على المطار اللي باقين تشريه فسواء أكازيون سواء الميزون كيف ما قلت على حسب الإمكانيات خسكم بدأوا تدخلوا لهم دي كليدي دي لأنكم باقين هاد المطار و ماشي وحد آخر تقدروا تدخلوا تشكروا فيه تقولوا أنه ما كي يكونسومش بززاف أنه كي يصبر وأن الماركة عالمية أزوين و أخيراً ديكسات معليكم غير تقلبوا منين غادي تشلوا المطار و قلبهم زيان قول ما تاخدوه كسيرتوه لك أنه أكازيون باش ما تتقلبوش فدلالي إلا جينا نعودو هذا الشي كامل من البديئة إلى آآ آخر نقطة فدوينا على الإمكانيات دوينا على أنكم تبنيوا واحد ثقة بينكم وبين وليديكم دوينا أنه على شخصكم هاد المطار واش الغارات دي القراية واش الغارات دي الخدمة الخدمة أولى غير هواية و أخيراً أنكم تلتازموا بالقوانين اللي غادين يفرضوهم عليكم باش تبنيوا واحد ثقة بينكم وبين وليديكم و كيف ما قلت لكم هاد الشي غير مسألة صبر الدلالي فغير صبروه و سيروا دقة دقة و يكون خير إن شاء الله فدلالي كان وصلوه لأخير دي الفيديو نتمنى أنه يكون الإعجاب ديالكم و بالنسبة الناس اللي غادين يشربوا هذه النصائح قلوا لي من بعد السيمانة شنو الواليدين ديالكم بدوك يقولوليكم فدلالي كتبوا لي من كومنتائر شنو اللي جي بغونين ديال من دار من هنا القبتم فدلالي متنسوش تلايكيو تكمنتيو وتبارتاجيو إلى الفيديو المترجم شكراً 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 شكراً